السلام عليكم كيف تمالا بس عليكم صحة لباس نتمنى تكونوا بيخروع الاخير وبصحة جيدة ان شاء الله و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله غنشارك معاكم ستلات صغار حلوين كي يجوا مزين بزاف بزاف بحشوة اللي هي مختلفة غنعدل فيهم بعويد شي حاجة اللي كتجي غزالة بزاف و في نفس الوقت بدلوا شوية على البستيلات العاديين اللي كنستعملوا دائما باش منطورش عليكم مختلفة نخليكم مع المقادر وطريقة حدامة وصفة البنات نسبة المقادر اللي غنحتاجون عندي هنا يجاجة مكمولة عندي هنا يلقصبر مع قروس مقطع كما كتشوفه صغير واحد ربعات خمسة ديال البصلات مقطعين هيدا مربعات معلقة كبيرة ديال الزبدة شوية ديالقصبر حبوب سكينجبير الخرقم البلدي اللي بزار والملحة واحد عويد ديال القرفات قدروا تعودوا بالقرفة العادية صفي وعندي البنات هنا بعويد هذيك المرحلة غنخلي لكم بحديثات تنسيلي ودبا نوجد دجاج ونزل دكساء نوجد معاكم التعليكة اللي غندي بالبعويد وصفة البنات في الطنجرة غنعمل هنا يدجاج الدجاج طبيعة الحال ينصلته مزيان ونقيته من الجلدة مش حماقة حاجة اللي فيه خليتوين شف مزيان مزيان وصفي غندي نعملو هنا يدبسو قاعدة ديالعطرية ولي عنده زعفران شعره يدفو صحره ما كانش عندي وما دفتوش تورك يدف اضافة طبيعة الحال يدف اضافة اللي هي زوينة انا مسلا ما عنديش ما دفتوش وما كانستمش الزعفران يعني الملوين العادي كان في الخرقم البلدي احسن وصفة البنات غالب بسقاع طريفة ديالي ديالتج بديك العطرية انا بنسبا هذ بسي ثلاث اللي يدف سدي صغير جاشة واحدة وإلا بغيتوا الكيمية كثيرة غدي تضعفوا المقادر طبيعة الحال وصفي غادي نعمل هنا شوية ديال الزيت بنسبا الزيت انا نعمل زيت الزيتون ديال الطيار دائما كان شاركها معاكم يعني هذ زيت ما كان جيش مجهده في الطيار ولي بغيتوا عمله زيت نباتية عمله زيت نباتية عمله زيت نباتية ونضيف البنات ديك معلقة ديال الزبدة وغا نعمل القصبر مع جنوز وغا نقلي هذ بشوية ديال الزيت يعني مشا غادي نشحره بزد باش ما تحرق لاش العطرية مهم غا غا نقلبو هيدا واحد جوج مرات كما كتشوفو غا غا نسخن ديك ديك العطرية مع ديك القصبر وصفي يعني اي واحد جوج مرات غادي نقلي هيدا في طريفة ديال الزيت حال هكتا حتي لاش حرنا بزدف غا تلصقنا العطرية وديك سا غا يمشينا كل شي صحفة البنات بنسبة ديال البصلة قنضيف قاعد البصلة اللي عندي في مرة روح دا حت هذه بسطيلة صغير إلي كانت بسطيلة كبيرة طبعا نعمل القياس فاش غا يتبجج ومن بعد فاش كنحو يدجج كنضيف البصلة يعني الكيمياء ديال البصلة الكتيرة باش كتكمل القياب ديالها ولكن بما أنا عم نغي بسطيلة صغير سوف نطيبهم مرة واحدة ديال البصلة كما قلت لكم 4 ديال البصلة كبارين أو 5 سوف نقص العفية ونخلي الجيج ديال يطيب كما شفتوا ما دلت له تسنقطة ديال الماء خلي الجيج يطيب على خاطر خاطره وصفي الجيج ديالي راح دحقه في الطياب سوف نحيده ده باش نقيه ملعه الماء ونخلي المريقة ديالي تنشف حي الجيج كي يطلق الماء والبصلة كي يطلق الماء ما نحتاجوش قاعد ندير الماء وصفي البنات كما شفتوا غنحي ديت الشاش في حال هكذا وغادي نجهد العفية ما نغطيش ديالي وغنخلي البصلة تنشفلي من الماء سوف نحرك مرة مرة باش ما تلساقش لي يا طبيعة الحال ودبع البنات غنزيد واحد المعلقة هيدا ديال القرفة وخضفت العويد في الأول كنضيف القرفة في اللخة وصفي ده بنخلي البصلة اللي تنشف من الماندوس باش نوجد معكم البعويد بالنسبة ان هنا ينقص هنا ثلاثة ديال بعويدات قشرتهم ونقطعتهم هيدا مربعات ونضيف لهم واحد كاز ديال الماء مهم على الحسب بعويد اللي عندكم واش كيتب ضغيان او لا يعني مع السل او لا قاسح مهمتو ما غا تطيبوه وصفي عتملو الماء الكافي اللي غا ديال طيف فيه صفي بمثل ما شفته ضفت له شوية ديال السكر ما ضفت لهش بالزرح حي تبعويد اصلا حلو ضفت له واحد المعلقة ديال الزبدة والقرفة وصفي هو صفي كان بقى نطيف فيه تكي يبقى يعني تتعلق ليم زيان ما كي يبقى شي باين الطريفات صفي وثاء انا كنزيد من معسو هيدا بكوتشارة بحال هكذا البنات صفي ما كي يبقى ما كي يجيش باين يعني ما كي يجيش باين يعني ما كي يبقى ش طريفات وصف البنات إلا ما بغيتوش تعملو بوعويت قدروا تعملو تفح او لا صفرجلتها هو لا كي يجيغزال بزززف في الوقتة ديال صفرجلت نضيف صفرجلتها وكي يجيغزال صراحة وصف البنات هات تتعلق ذيالي كيفاش كالجيغ نزيت عليها واحدة تلافة ديال لوز اللي عندي محمرة في الفران بالقشور ديالو متحونة يعني ماشي من قلية وصف البنات كما كتشوفوا هاتي نخلط مزيان مزيان سوف يهيت عليك ديالي راهو جدا هاتي نحيدها كما كتشوف البصلة ديالة كتنشوف صفي فضل المرحلة هاتي نضيف للسكر نضيف للسكر باش ناسل بالنسبة للحلاوة كتبقى على حساب الدوق يعني انا ضفت صراحة ضفت هيدا واحد مقدار ديال الربعة ديال المعالقة كدك مهم لا واحد ما قلت لكم كتبقى على حساب الدوق صفي وكن نحرك باش ملسقلش السكر في القاعد ديال الطنجرة وبالنسبة للبنات اللي غير سلو بنعسل دائما نخلي وهو خراني بالنسبة للسكر كنضيفه فرد المرحلة صفي البنات اختيت هنا خمسة ديال بيتات قاعدين نطربهم مزيان مزيان قاعدين نضيفهم على البصلة ديالي باش ما تجينيش فيها التربطية صفي البنات وكان خوي وانا كان حرق مزيان مزيان صفي البنات غادي نبدأ نخلط مزيان مزيان كما كتشوفو تذيك البيت ما كيبقاش بايين صراحة كي النسلي ما كديروش البيت في البسطيلة ولكن انا كيعجبني نديرو بسطيلة كما تعلمناها من الوليدي ديالنا من الاصول ديالها كتكون فيها البيت ويعجبين نعمل وصفة كما هي وصفة البنات كما كتشوفو تذيك نحرك تكتنشفلي العقدة وصفة البنات اواجج ديالي بعد ما حيطلو العطوماء وذيك البصلة كما كتشوفو تعسل تدرتها في شبيكة باش تقطر من هذيك الزيت وذيك الزيت اللي كاسبقالية غادي نفسخ بها ديك ما شفتو اللوز فاش ضفتو في هذي حلي شوية قاسح دائما انا ديك زويتة اللي كان هذي ارا كان عملوها في اللوز وصفة البنات غادي نفسخ ديك اللوز ديالي وذيك بوع ويدب ديك شوية ديال الزيت اللي صفيتها من العقدة وصفيرها كل شي عندي واجد في هذيك باندوس ان شاء الله باش نطوي معاكم البسيطات ديالي تكتب لي الحشوة كاملة وكننزل كل شي حدايا وغنخدمها البنات في هذي الورقة هذي الورقة هذي بنسبة البنات اللي كان في اسطانيا تبارك الله موجودة بزاف كان عند شنواء كان عند القزار مهم يعني عند المغربة اللي كي بيعها موجودة بزاف بزاف وصراحة عمالية هيدا في البريوات وفي البسيطات صغار وصفة البنات غادي نبدا كما شفتوا هنت اخذت هنا واحدة الليفة صغيرة هنت اغريت شوية ديال زبدة وصفيك نعمل شوية ديال جاج نشكلة من العقدة وكننضيف البريوات التي تتعليكها من الفوق بان احنا البسيطات غادي نقلبها دائما هذ يعني هذ الطبقة اللي كتكون الخراكة تحتنيك ترجعنا هي اللي من الفوق طبيعة الحال وصافة البنات في حال هكدا وغنشد هيدا بالبيت طريقة اللي هي ساهلة من نسبة هذ المقعدة اللي اعطيتكم كيخرجوا تبارك الله خير الله ديال بسيطات صغار اذا عملتهم صغيرين يعني كيخرجوا بزاف ديال بسيطات ولكن انا عملتهم شوية كبار وفي نفس الوقت عمرتهم بزاف يعني لها ما خرجوا لي شوية كمية اللي هي كثيرة ولكن انا تعملت نعملهم قد هيدا يعني اش باعيين تكل يحدا وتبارك الله كيكونوا يعني عامرين وكبيرين شوية وصفة البنات كانشد هيدا بالبيت اللي عمز في شوية ديال الزهر وصافة طريقة سهلة كما كيوضح الفيديو حال هكذا بالنسبة موسيقى 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 تنسى الكيميا سخن فران سنجحون فران ثم ننضي تحمره من خلوة ثم نحن ستقلب فران ثم نجحون لتطويتهم نحن نضيفه في ورقة قرم وزينه سوف نضيفه ورقة قرم وزينه منذ تزينه اختياري وزينه لن يجب ان تزينه مهم كل واحدة يجب ان تزينها وزينه لانه يجب ان تزينها اشتركوا في القرآن ستجربتهم في الفرران و هناك مشكلة لهم لا يجبوا في بيني على الآخرين فنت في اللوز فنت في اللوز و تضيع المصابق فنت في اللوز و ستجربتهم و لنشبه سوف نضيفهم سكر و القرفح فتح لتطرحة بالسكر و أخذتها قمت بإضافة قربة عملت نجيمة قمت بشكل سكار في الجنب أريد نوع صافية هذه البنت نزل لها هلال لا يوجد لمونة في الهيلة اضعت الكاغت اضعت نجيمة صغيرة اضعت الكاغت لدرد كما ترون وصافية اضعت القرفة والسكار واللوز هذا هو الشكل هذا هو الهيلة من الموقف اضعت المختلفة وهذا هو كيف يمكنك سنجد التفاصيل بالنسبة للنمضد نجد كل شيء فرضية كما سنجد وذلك من اللوز ستستخدمها ثم اضعت ليس بتفاصيله الناد اشتركوا في القناة